مرحبا انا الدكتور مجد الزغبي من عائلة استاتيكا اليوم رجعنا لكم بالفيديو جديد نتحدث عن اهم المشاكل اللي ممكن يواجهوها الشباب بالجلد شو ممكن يتعرضوا الشباب بالمشاكل الجلدية بالوجه اشي عشي هي حب الشباب والي هو اشي عمرض جلدي من اشي عمرض الجلدية بشكل عام كتير بيعانوا الشباب من حب الشباب كمان منطقة اللحية ممكن يعانوا من التهاب اجربي شعرية نتيجة الحلاقات الخاطئة وعدم الاهتمام او الانجروينج هير او ممكن كمان يصير في عندهم حاصة وقعية او التعذب اللي منسميها بالعامة او الوبيسيو اريادا وكمان واحدة من اهم المشاكل اللي بواجهوها الشباب جفاف الايدين او الاكزيمات الجفاف لانه ما كتير بيحبوا انه يستخدموا المرطبات وما بيجففوا اليدين بعد الغسيل هلأ بالجسم ممكن يصير في عندهم التهابات فطرية كتير شعر على التهابات فطرية بالجسم عند الشباب منها اللي بتزهر على الصدر والجدع والراقبة اللي مسميها بترياساس بيرسي كالر او النخالية المبرقشة نوع من الاصباط الفطرية خصوصا عند اللي عندهم وزن زائد او الرياضيين او اللي بتعرقوا بكثرة وكمان كتير من الشباب بيتعرضوا لمشاكل فطرية منطقة المغبن كمان نتيجة الرطوب الزايدي والاحتكاق ولباس الملابس الداخلية غير القطنية وكمان ممكن تعرضوا لإصابات فطرية بالقدم نسميها القدم الرياضي بصير في عندنا إصابة فطرية بين الأصابع ممكن تتطور للأظافر وعلى جانبي القدم فهي كلها مشاكل ممكن انه الشباب يتوجهوا للعيادة لدكتور أخصائي يعطيهم التشخيص المناسب والحل العلاجي الطبي المناسب وكتير من الأحيان ممكن انه نعمل ميكس ما بين العلاجات الجلدية الطبية البحثة مع التجميلية لنحصل على أفضل المتائج اشتركوا في القناة